أيها الإخوة أن يُشيدوا بها وأن يُبدئوا ويعيدوا في التذكير بها ليلة نهار أفكار رحمانية الشريعة ورحمانية المسلم ورحمانية الله ورحمانية القرآن ورحمانية النبي العظيم ورحمانية الإيمان وأن يكونوا واضحين تماما أن الإيمان قرين الرحمة ولا تُنزع الرحمة إلا من شقي من كان فضًا وغليظًا غير رحيم غير رحيم بأهل الملة غير رحيم بأهل لا إله إلا الله هل يُنتظر منه أن يكون رحيماً بالآخرين الذين ينعتهم بالكفار وكذا وكذا مستحيل هذا سيكون لعن على نفسه وعلى أمتي وعلى دينه وعلى العالمين لعن على الدين هذا للأسف هؤلاء لا أقول قليلون كثيرون في هذه الأيام للأسف الشديد كأننا نسينا أيها الإخوة أن هذا الدين أصالة هو دين السلام ودين الرحمة كأننا نسينا ويُسأل النبي عليه الصلاة وأفضل السلام مرة يا رسول الله أي الإسلام خير أي هذا الدين أي هذا الشرع أي هذا النهج خير أي الإسلام خير فيقول أن تطعم الطعام مباشرة العلاقات الأفقية لأن الله لا يحتاج إليك لم يقوله أن تذكر الله مع أنه هذا من خير الأعمال لكن ذكر يبعث أيها الإخوة على بسط الرحمة أفقياً الله لا يحتاج إلى رحمتك الله هو الذي يرحمك أنت الذي تحتاج إلى رحمتي لكن إخوانك في الإنسانية لا أقول في الدين فقط في الإنسانية البشر حتى البهائم المعجمة رأى عليه الصلاة وأفضل السلام يوماً باعيراً لحق بطنه بظهره الهزال يدعبونه ثم لا يطعمونه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة حتى في البهائم حتى في البهابة ديننا لكن أين نحن من ديني نتبه أين نحن من ديننا طيب قال أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف هل لا نعرفه كثيراً؟ لا سمع به لكن نتشبث كثيراً وقدرنا معركة فقية عبر القرون شارك فيها الفطاحلة من ابن القيم وابن تيمية والطبري وابن حج العسقان والشوكان والصنعاء الكل بصفحات طويلة حديث ماذا؟ حديث في الصحيحين أنك إذا لقيت يهودي أو نصرانياً فلا تبدأه بالسلام واضطره إلى أضيق الطريق في القلب من هذا الحديث المخرج في الصحيحين لا أقول شيء ألف شيء يبعد أن يكون محمد قال هذا وإن كان قاله طبعاً إن كان قاله فعلى الرأس نعمة عين ونتهم عقلنا لكن إن كان صح وقاله أيها الإخوة وليفرض هذا فقد قاله في ظرف خاص ظرف تألب فيه هؤلاء القوم على الإسلام وأهله وخان العهد ونقض المواثيق أيها الإخوة فالنبي شدد هنا وحرّج في أن نواليهم أو أن نحاسنهم وأمر بمخاشنتهم لا بمحاسنتهم مقبول هذا هذا يحصل في الظروف الطارئة فإن صح الحديث وعلى علّه يصح لا ندري إن صح ينبغي أن يحمل على مثل هذا المعنى وإن لم يصح فلا حاجة لنبيه لأن النبي كان يزور جيرانهم من يهود وغير يهود والحديث في الصح يحين زار الفتى اليهودي حين كان مريضاً يزوره ثم لا يسلم عليه هل هذا معقول هل هذا معقول هو لم يبدأه بالسلام هو زاره في بيته ذهب واستأذن وقطعاً سلم النبي أرحم العالمين وأنبل وأكرم العالمين ولا دخل مكشه ما يتكلم بنتظر هم يسلموا عليه يعني مش معقول والحديث في الصحية حديث أنه زار الفتى اليهودي في الصحيح أيضاً لأنه كذا ينبغي أن نفهم هذه الأحاديث أيها الإخوة الفهم الفهم مشكلة كبيرة لدينا للأسف لم نتعود هذا لم نتعود التدقيق وكان ببركة زيارته ما كان أسلم الغلام أيها الإخوة ومات في تلك الساعة فالنبي فرح خرج فارحاً جداً بإسلام وقال الحمد لله الذي استنقذه الله بي من النور أسلم عرضت عليه الحق ويبدو أن الغلام كان له سابق مع رسول الله وقلبه يستشعر صدق هذا النبي وحقانية رسالته طيب لماذا لا تسلم يا بني يعني بعض يهود أيها الإخوة بعضها الكتاب كانوا يقررون وأقرر النبي نعلم أنك النبي المبعوث في آخر الزمان المذكور نعته في كتابنا الأول كذا كذا نعلم وأسألوا عن عشر مسائل فأجابهم وصايا موسى تلأ عليهم آيات الأنعام وشاهدوا قال فلما لا تسلمون تعلمون كل شيء واضح عندكم طيب أسلموا برهان لائح حجة واضحة لما لا تسلمون قال يا محمد نخشى أن يقتلنا أي يهود أن تقتلنا يهود اقتلونا بعدين خايفين نحن قال أنتم وذاك لا يكره في الدين أنتم أحرار لم يلعنهم لم يثرب عليهم أنتم اختاروا عرفتم الحق لماذا لا تدعنون أنتم اخترتم الآن قامت عليكم الحجة انقطعت المعذرة أعذرت عند الله منكم أعذرت عند الله منكم وفيكم ولم يلعنهم وتركهم ترك هؤلاء وترك هؤلاء الجماعة كانوا ثلاثة ثلاثة يهود صلى الله على معلم الناس الخير وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا